موسيقى موسيقى الطبخ جارة هناك كاميرات لمدة سنة من الماضية أنا أنيس فنان جزائري فيكم اللي يعرفني وفيكم اللي ما يعرفنيش اكيد منذ الشي طبيعي انا قدمت حفلات في لبنان حفلات خيرية كثير و... حبيت اقولكم انه السنة الماضية انا كنت في هذه المنظمة جاءت للمنظمتكم لكن كان في اعضاء تانيين هذه السنة في اعضاء اجداد اكيد اعضاء السنة الماضية انا شوية راح اختار احوض الكرسي اذا سمعتم السنة الماضية كان في اعضاء اكيد ليهم الفضل انهم ساعدوني في مشكلتي و... الشي اللي بسطني انه ولو كان المبلغ صغير و... اللي اعطونا اياه الفرقتي وفريق العمل والمشروع اللي نحنا نعمل عليه ولو كان المبلغ صغير لكن كان تأثيره كبير علي وعلى عائلات كتار اكيد انتو عندكن اولويات اكتر في ناس عندها امراض اكتر في ناس بتعاني من امراض نفسية امراض جسدية في ناس معهم اعاغات في ناس معهم سرطان في ناس دوي احتياجات خاصة يحتاجوا احتمامكم اكتر من المشكلة اللي اعطاحتها السنة الماضية في اشخاص فقدوا امهاتهم يتامة بس في كمان اشخاص فقدوا اباؤهم طريقة بشعة كتير السنة الماضية للأسف ما كان في كتير صدى لهذا الموضوع ما كانت في تغطية عالمية يعني مبلغ كان صغير ومشروعي انا كان يعني بعده او في اوله ولكن ما كانت تغطية عالمية متل ما موجود اليوم المشكلة هي انتو تساءلوا اكيد انا ليشون انا لهذا الاطفال اللي فقدوا اباؤهم سواء في حرب سواء في حادث سواء في يعني كان لازم عليهم انهم يتشردوا من اراضيهم ويتركوا اباؤهم اللي هم كانوا يدافع عليهم انا في اشخاص كمان كانوا ناطرين اباؤهم بس مرجعوا اباؤهم في اشخاص كانوا ناطرين هدايا اباؤهم لانهم عملوا مليح في الامتحان بعضهم هلا ناطرين اطفال انا كوني فنان رح غني اغنية لهذا الاطفال اللي اطرف فيها انا كعفنان واطرف في مشروع وفريق العملي اللي بيعمل معا أنا اغنية قد اغنية اغنية بل اغنية اغنية بل اغنية اغنية بل اغنية بطريقتي موسيقى 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 نجعل العالم كله سلام ما فيش حروق أكيد ما فينش نوقف الحوادث ولكن هذه الهدية اللي كانوا يستنوها من أباهم فينه نحن نقب بماله فينه نحن نرسم البسمة على وجوههم فينه نحن نفرحهم لأيوم لأسبوع لشهر وغلا يوفق شكرا شكرا أنا في بس فلايرز رح أوزحهم لكم لا تعرفوا وين مطرحنا وحلنا في لبنان وين نحن مستقرين في كمان الإيميل في هون الأدريس والإيميل شكرا الله يوفق شكرا بالنسبة لأنيسة لنحن كلنا بنعرف أنه بعد وشي راجع من السفر وتعبان وبراببلي مش نايم وقدري حدير ما رح أحكي عن التمثيل وعن المشهد رح أحكي أنا رح أحكي عن الغنية وعن الصوت حسيتو عامل جهد هيدا الأسبوع تحتى يقدار يطبق كتير إشي اشتغلناها حتى بالنوتات العالين وقت اللي عارف أنه في نوتات ما رح يسيبون عملهم بنص صوت يعني دمي فوة لأنه صار يعرف أنه إذا بديوا يعملهم بالفوة دو بواتخين بالفول فويس مش رح يطلعوا معهم مظبوطين ما رح يقدر يسيبون سو هون احتيل عليهم بطريقة كتير ذكية لو طلعوا شوي إضعاف كباور بس قدر يسيبون ما كان في تنشيز الميلودي كانت كلها مظبوطة من عندها بمطرح واحد على جملة فلتت منه الميلودي يعني بفتكر نسيها شوي رجع لحق حاله بعدين ولكن أنا بدي أقل له كمان أنه هول الحليات اللي عم بيزيدون بالأفلات ما فيهم تنوع ونحنا حكين فيها قبل سوئلنا له ما بقي يزيد أشي على الأغاني وقت اللي يكونوا هالأد مونطان أو هالأد موملين يعني ما في كل آخر الجمال كل أفلاته يكونوا مثل بعضهم يابد يكون فيهم تنوع يابدوا يعمل الأشياء على الميلودي على الأد بس بالإجمال الغنى كان كتير حلو وبس البرزنس هو عم بيغني كان لازم تكون أحسن يعني الانتربرتاتشون والبرزنس أنيس إنسان مميز بيشتغل كتير حلو بعدين فيه سقافي فيه علم مرتب كتير الصبي هلأ فيه شغلي كان تعبين ومتل ما حضرتك تفضلت وقلت كان عم يعطي فلساته فوق فلساته لأنه بس يكون واحد تعبين صور بيصيب نص القوية الصوت تطلع هيكي بس جميلاً أنيس بيشتغل كتير منيح بالصف وما بيقف شي وبيضل يسأل سؤالين بس أنا بدي شغلي من أنيس بدي بقى يطلع شوي من حاله من أي ناحية مش عالحضور عالمسرح كتير منيح بس كصوت بدي إنه صوته بقى يظهر لبره أكتر لأنه إدران يعني صاير بعد بده شوي تهالصوت يظهر لبره إن شاء الله تحصل هالإشياء هو موجود بالأكاديمي كتير مهمة هالجمعية بالنسبة لألي أنا كتير بحبي يكون في جمعية اسمها أبي وينك بابا أوتي كتير مهمة ما حدا بيحكي عن هالموضوع عطول بنحس إنه اليتم هو لميلة الأم أكتر بأسرنا بس فعلا إنه غياب الأب شغلة كتير كتير كبيرة بالنسبة للولاد خصوص اليوم البيات يلي عم يروحوا على الحروب البيات يلي مش عم يرجعوا البيات يلي عم يتعرضوا لحوادث كبيرة لأنه هن المسؤولين بعالمنا العربي المسؤولين الأكتر إنه يروحوا على الحروب ويحاربوا ويدافعوا ويجيبوا المصاري وكل هول عم نفقدهم وكتير في ضايعين يعني أنا بشوف الجامعية كمام تشبه شوي البيات الضايعين كمام يعني يمكن في بيات ما بنعرف إنه موجودين بعضهم حلو الموضوع فيه فيه رقي مثل ما قلت ماري حتى الكلام يلي بيقوله أنيس فيه رقي بالتفكير يعني منوك ليشي بالتفكير يعني هون مثلا أنا بقدر إذا بدي قارن معالجة الموضوع بين علي مثلا الأم والكنة كان لازم يكون شوي أكتر منفتح مثل ما قانيس منفتح بالموضوع إنه إيه صحيح فيه ناس مرادة وكذا بس كمان هذا الموضوع مهم أكيد كان تعبين واضحة الشي حتى هو عم بيحكي قاعد لأنه كان تعبين هو أصلا قاعد ليقلنا أنه هو تعبين يعني عم بيفسر لنا أنه أنا تعبين حلو وزكي وأنا بشوف أنه كان مروره لذيذ ومؤثر وبيقدر يفتع يعني بيقدر يكون في جمعية اختراعة اليوم أنيس وبتفيد بالمجتمع كتير بالنسبة لأنيس أنا لقيت إنه موضوعه فريد من نوعه حلو كتير حلو وكمان يمكن هلأ يعني عربنا من العيد فدايما يعني الولاد هيك بيكونوا نطرين هالهدية من بيون والغياب البي هو موضوع فعلا مؤثر أنا بس بدي نوه على يلي عمله أنيس لما نفيت وقال الآن السنة فيه كامريات أكتر أكتر يعني مثل كأنه حسسنا أنه جمعيته سنة عن سنة عم تكبر وبعدها صغيرة الجمعية بس بعضهم عم يعملوا محاولات حبيت هالطريقة أنه هالسنة غير أعضاء لجنة يعني كأنه كل سنة هالجمعية عم ترجع تقدم لمساعدة كأنه كل سنة هالجمعية عم تسعى أنه تكبر وطالب بهالمساعدة حبيت الفلايرز يعني حبيت هيك هالجهد الذي نعمل حبيت كيف حتى استخدم تعبه يعني قال أنا سوريا يمكن تعبين قاعد جيب كرسي بطريقة كتير يعني حسنينها جزء من المشهد وجزء من تعب كجمعية كيف سنة عن سنة عم يرجع ويقدموا ويرجع ويجوا ويرجع ويطرحوا ويرجع يغني كل سنة يغني لهالموضوع هايضا طبعا بحترم كتير أنه ما قدم أعزار أنه أنا تعبين وجاي من السفر قدم الإفال للآخر يعني عمل ويج بيته بطريقة نظيفة بطريقة زكية وغنى وحتى لما نستعمل الكرسي أول مرة وقال تعبين ما تفجأنا لما نوقف في غنى لأنه إجت كأنه تكملة لهالتعب يلي هو حضرنا لإله وهون بلاقي إنه كمانا زكي أنيس بإنه خلينا نتقبل كيف قطع الغنية وخلينا نتقبل التعب ونتعاطف مع هالتعب هيدا عامةً إفال نظيف خفيف نظيف مثل ما بيقولوا أكيد كلنا منقدر تعبوا لإنيس بس برغم من كل شيء قدم إفال وغنى وصوته ما شفته كتير كتير تعبين يعني بيقدر إنه واضح وظاهر بس أنا بعني كمان ناطرة من إنيس إنه يغني قصص جديدة بعد حيثت إنه بيصوته في شيء ما شفنا لازم أنا اعتبر إنه بالبرايم عم بيغني قصص معين يازم بالإفال يحاول أو يقصد إنه يغني شيء مختلف تنشوف صوته كمان بشيء مختلف لأنه لحد يتهلق كتير منيح عم بيغني كتير مهضوم عم بيقدر يوصل بالبرفورمانس طبعه أو بالأداء على المسرح لمطارح كتير حلوة ومميزة والدليل إنه كان طب وان بس هلأ صار بلش مطلوب منه أكتر لأنه وصل لأعلى مرتبة إنه بديو يشتغلنا على شيء جديد يظل محافظ على مستوى ويظل يتقدم اشتركوا في القناة